أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتعمل على توفير تمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر لتحقيق مستهدفاته في توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي أوضح رئيس الوزراء أن مستهدفات جهود التنمية الزراعية تتضمن التوسع في مساحات الأراضي المستصلحة إلى جانب تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلة الزراعية وتطوير نظم الرأي الحقلي وأساليب الصرف الزراعية جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف مشروعات مستقبل مصر والدلتة الجديدة التي تستهدف استصلاح وزراعة نحو مليوني فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية المصرية